السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف الثاني الاعدادي السادة ولياء الامور اهلا بيجو في فيديو النهاردة زي ما واضح على الشاشة جماعة بنوضح النهاردة توزيع مناهج شهر ابريل لكافة المواد الدراسية طبعا بشكركم على دعمكم لينا واتمنى مزيد من الدعم النهاردة ان شاء الله بنعرض توزيع المناهج كما جاء بمنشور وزارة التربية والتعليم اللي تم تعميمه على كافة المدوريات التعليمية على مستوى الجمهورية السادة الاستاذ مدير مدير التربية والتعليم طبعا بيقاته جميع المدريات تحية طيبة وبعد مرفق الساداتكم مع هذا خطة توزيع مناهج كلمة الفاصلة الثاني لكل من صفوف من الرابع الابتداية وحتى الثاني الاعدادي طلاب الصفوف الاول والتاني السنة والعام طبعا نهج معا احنا هنذكر النهاردة ما يخصينا في الفيديو وهو الصفء الثاني الاعدادي طبعا بقى المنشور بقول ايه معتمدة منا لتعميمها على الادارات التعليمية والمدارس التابعة لمديرية سياتتكم وتفضلوا بقبول وافر التحية طبعا التوقيع الدكتور طارق شوئي وزير التربية والتعليم اتمنى الجميع نجاح وتوافق بإذن الله ونبدأ اولا جماعة بمادة اللغة العربية طبعا عندنا الدرس السالس الفلاح شعر لمحمد الهراوي عندنا الدرس الاول من الوحدة الثانية اختراعات عربية عندنا برضو كم الاستفهمية وكم الخبرية بالنسبة للنحو عندنا الدرس الثاني تبارك الله احسن الخالقين وده قرآن كريم عندنا الدرس السالس عالم من ذهب عندنا الدرس الرابع العلم واجب شعر لجميل صدقي الزهاوي اما بالنسبة للتركيب اللغوية والنحو وعندنا المجرد والمزيد من الافعال بعد كده جماعة عندنا مادة الدراسات الاجتماعية عندنا الدرس السالس من الوحدة الاولى السروة الحيوانية والسماكية في وطننا العربي من صفحة رقم 12 حتى صفحة رقم 27 عندنا الوحدة الثانية ثروات وطن العربي منها الدرس الاول بعنوان المعادن ومصادر الطاقة دي من صفحة 19 لصفحة رقم 23 من كتاب المدرسة عندنا الوحدة الثالثة هناخد الدرس الرابع والدرس الخامس الدرس الرابع الدولة الايوبية والدرس الخامس دولة المماليك الدولة الايوبية من صفحة رقم 46 لصفحة 53 هي مع الدولة الخاصة بالمماليك دولة الايوبية والدولة المماليك الاثنين من صفحة رقم 46 لغاية صفحة رقم تلاتة وخمسين بعد كده عندنا الوحدة الرابعة الدرس الاول منها روائع الحضارة الاسلامية في الحكم والادارة ابتداء من صفحة رقم خمسة وخمسين ومعنا كمال الدرس الثاني روائع الحضارة الاسلامية في النظام الاقتصاد والاجتماعي دي صفحة رقم ستين طبعا الدرسين الاول والتاني من الوحدة الرابعة ابتداء من صفحة رقم خمسة وخمسين حتى نهاية صفحة رقم وليس أورا يا جماعة ياريت نعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة اللي لسه ما اشتركش فيها وتفعيل الجرس على الكل حتى يصلكم منها جديد بإذن الله طيب عندنا دلوقتي يا جماعة منهج العلوم الدرس الاول من الوحدة الثانية الدرس الاول خصائص الموجات الصوتية من صفحة 24 حتى 33 عندنا الدرس الثاني الطبيعة الموجية للضوء من صفحة 34 حتى صفحة رقم 38 عندنا الدرس الثالث انعكاس وانكسار الضوء من صفحة رقم 39 حتى صفحة 44 طبعا مع عندنا مقرر فيها الواحدة رقم 9 والرفيجن سي ومعنا كمان يونت 10 نحب النوه يا شباب على ان الامتحان بإذن الله هيكون يوم 26 ابريل أثناء شهر رمضان في أيام مباركة ربنا يوفاكم بإذن الله ومعنا دلوقتي مادة الرياضيات المقرر منها في شهر أبريل الدرس الرابع من الوحدة الأولى تحليل مجموعة مكعابين والفرق بينهما الدرس الخامس التحليل بالتقسيم الدرس السادس التحليل بإكمال المربع الدرس السابع حل المعادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد جبريا أما بالنسبة للوحدة الثانية القوى الصحيحة غير السالبة والسالبة في حه فكلهم مقررين من صفحة رقم 21 حتى نهاية صفحة رقم 27 نقول لهم برضا شباب الدرس الاول القوة الصحيحة غير السالبة والسالبة في ح الدرس الثاني قوانين القوة الصحيحة غير السالبة في ح الدرس الثالث قوانين القوة الصحيحة السالبة في ح الدرس الرابع العمليات الحسابية باستخدام القوة الصحيحة اما بالنسبة للوحدة الرابعة فعندنا منها الدرس الثالث فقط اللي هو مساحات بعض الأشكال الهندسية عندنا الوحدة الخمسة مقرر منها الدرس الأول فقط وهو درس التشابه بكده جماعا وصلنا لنهاية فيديو النهاردة لا تنسونا من دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته